إذا بتقرأ وبتشوفها في 70 مليون حالة إيتيج ديزوردر حول العالم فهي نسبة كتير كبيرة وزادت النسبة من 3.4 إلى 7.8% بين سنة 2000 وال2018 فهذا الرقم عم يزيد وهو يصنف الإيتيج ديزوردر من تاني هو بتاني مرتبة من بعد تعاطي المخدرات بالمرض اللي بيقدل للوفاة منه شيء منه شيء هيا نعم تحكي عنه أكيد منه شيء عادي بس العالم أبدا منا وعيت له يعني بتشوف واحد دعيف مثل ما قلت كيف كانوا يحكوا عليك أنه مجاعة أو هيك وبيربطوها ببلدين أو بأشخاص ما لازم ينحكي هيك عنهم أصلا كارين فيه تقريبا بالسنة حوالي 10.200 حالة وفاة من وراء الأنوريكسي يعني تخيل نسبة كتير كبيرة وحتى فيه 26% بيوصلوا للانتحار يعني الأشخاص اللي عندهم أنوريكسية أو بوليمية بيوصلوا يقتلوا حالهم هو بفتكر التفكير بالموضوع بيوصل الانتحار عن جرد يعني أنا عشت شيء مرة فكرت فيها لا مشالات أنا مقررة أنا والمخرج هلأ العشاء اليوم علينا آه كريستيان مونمور شو العشاء؟ فيتزا وبرجر بدنا نرجعك على خمسة وتصين لا مونمور بشيل صلاة بشيل صلاة كان فيه بلدين معروفة أنه هنا أكتر بلدين بيعانوا من الأنوريكسية أول شيء في عنا اليابان من بعدها في عنا فليبين سينغافورة الصين كمان الصين كمان طايلند أنا أصلا بتحسيه أنه هو الفارم الجسم عندهم تحسي كله نضعف قليل تتلاقي حدا مليان أو ناصر يعني كيف أنه عندهم عيون معينين بالفصولك نظريك كمان معروفين بضعفهم يعني عندهم جسم كثير ضعيف هي الواحد أنا برأيي إذا الواحد هو مقتنع بشكله حتى لو كان مليان أو ناصر صح ما في مشكلة عرفتك بس هي الفكرة لما واحد ما يكون مقتنع بحاله ويكون عم يتلقى زبزبات إذا بدنا من برا يعادوا يعيروه لأنه لا أنت ناصر ما حدا نخصه بالتاني مئة بالمئة عرفتك لو حتحر بحاله إذا هو مرتاح على فكرة في الممثلة شيما المعروفة بمصر هي معروفة هيك شوي بنصحتها بس هي بتقول بتقول لكل حدا أنه أنتوا عيشوا متل ما أنتوا حبين تعيشوا أنا ما بفكر أعمل عمليات ولا بدي أعمل عمليات مبسوطة بحالة هيك وبتأكل وبتنصح كل الناس يأكلوا أنا حتى مرة ببروغرام لأيلا كانت عملتهم مع الولاد كيف عندها هيك ولاد شوي كمان طبوشين تعملوا أنا برأيي نستكر التصوير ونأكل لأنه أحلى شيء الأكل فبتشجع الكل أنه إذا أنتوا مرتاحين بجسم كنتين ضعاف ولا ناصحين تكونوا عم تاكلوا وتنبصتوا مهم أنتوا تكونوا مرتاحين بفتكر أختك شيما هي راح تساعد بزيادة نسبة الأنوركسية كتير قريبة لا ولو هلا إذا هنم تنعين أوكا بس هو الولد عزغر لازم ينتبهوله أنا أمي بتقليها أنا من وراي أنت صار فيك هيك أنا وصغيرة كلا كلا بيحشونها أكل بيحشونها أغلاء ما حدا بيموت من قلة الأكل كعرفتك مش حرمين مهمة يعني مهمة الكمية تكون مصبوطة والنوعية مية بالمية مية بالمية كارين على فكرة الجاي والمتحولين جنسيا هني كمان بيعانوا من الأنوركسية مش بس النسوان لأنه في كتير بيقولوا أنه بس الأنوركسية للصباية بس هي مش مصبوطة